أهلا بكم مشاهدينا ودايما نهارك سعيد مشاهدي قناتنا شبكة انتين في كل مكان صباح البرد صباح الساعة أنا متلق الجو بردي جدا خدوا بالكو تقيلوا هدومكو زي ما الأرصاد بتقول نهاردة جمعة عشرين اتنين الفين وخمستاشر موجة من البرودة والطقس السيء ولكن دائما بينقول تحيا مصر وبنقول كل التحية والتقدير للجيش المصري والجنود الجيش المصري والجنود أيضا الشرطة ورجال الشرطة في كل مكان إذا كنا احنا ساعانين وإحنا عاديين هنا أو عاديين في بيوتنا هم لا بيناموش وصهرانين زي ما قال الرئيس عفتاح السيسي علشان راحتنا وتحية لكل من يخدم هذا الوطن عندنا فقرات كتير هنتكلم فيها وعلى فكرة ومضمن فقراتنا في فقرة الدينية نهاردة هنتكلم على تجديد الخطاب الديني وحرمة الدم وكان نفسي أتكلم وقول فعلا أن الأواني علشان نتكلم الشباب ونفهمهم ونفهمهم دينهم أصوله إيه علشان الناس اللي بتحاول تغيب الشباب الصغير وتحاول تأثر عليه وتحاول تفاهمه مفاهيم مغلوطة كلنا وراء الأزهر ونحاول نتكلم مع الشباب ونتواصل معهم علشان نفاهمهم مش بس أصول دينهم ولكن نفاهمهم إزاي يحبوا هذا الوطن ونعلمهم أيضا كمان أن كل من يتفانى وبيخدم بلده هو كمان أيضا بيعلم أجيال وأجيال قادمة وزي ما كلنا بنقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر خلينا بسرعة نستعرض فقراتنا واللي هنبدأ أكلم معتاد بفقرة الصحافة واللي هيكون ضفنا فيها النهاردة لتحليل منشتات وعنوين الصحف الصادرة صباح اليوم الأستاذ الكاتب الصحفي مصطفى الأسواني الصحفي بجريدة الشروق عندنا النهاردة زي ما قلت في الفقرة الدينية مفهوم الإسلام الصحيح وحرمة الدم وتجديد الخطاب الديني هيكون ضفنا النهاردة دكتور أشحات عزازي إمام مسجد النور بالعباسية وهنكلم كتير أكيد بالتأكيد عن الأحداث التي تحصل وهنكلم إزاي نفهم الشباب إزاي لازم نغير مفهومنا الديني من خلال المفهوم الصحيح للدين الإسلامي هيكون ضفنا من خلال الأحداث التي تحدث الآن على الأراضي الليبية الأستاذ العزب الطيب الطاهر متخص في شؤون العربية وهنكلم على كل ما يدور على الأراضي الليبية وكيفية مواجهة الإرهاب مجلة ساخرة هي أول مجلة ساخرة تصدر في الوطن العربي هي بعنوان بلكونة مجلة ظريفة خفيفة أعتقد بتفهم برضو الولاد الصغيرين حاجات كتير جدا هيكون موجود معنا الأستاذ محمود محيد الدين رئيس تحرير مجلة بلكونة والأستاذ نادر الطاهر كاتب من مجلة بلكونة وهنعرف إيه موضوع مجلة بلكونة وإصدار العدد التاني منه برضو أيضا عن الأوضاع في ليبيا وكيفية محاربة الإرهاب في الفترة القادمة والمستقبل الليبي على الأرض وكيفية القضاء على كل المجموعات الإرهابية المتواجدة على الأراضي الليبية هيكون معنا الأستاذ لؤي سامي الباحث بمركز القاهرة للدراسات السياسية ويبدو أن هذا الحديث سوف يطول وأسرار كثيرة هنتحدث فيها النهاردة وأرجو أن فقراتنا كلها تعجبكم وقبل ما سيبكم نروح لفقرة الصحافة ونطلع فاصل تحيا مصر قابلكم وعبلكم